بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيد المرسلين سيد محمد عليه الصلاة والسلام احنا منرحب الطلبة للحضور اللي هم موجودين ونستكمل احنا الجزء الثاني في الشابتر الاولاني اللي هو Business Information Systems in Your Career احنا المرة الفتت وقفنا عند حاجة اسمها Business Objectives لموضوع Information Systems أو How can we have the information systems Important to be applied in our organizations Why we need the information systems فحطينا في عنا ست مواضيع رئيسية أو محاوة رئيسية بناء عليها بنقدر نرسم كيف الinformation systems وجودهمهم اول حاجة Operational Excellence مراجعة سريعة في نفس الوقت ندي بس كم مثال هلية الـ Operation Excellence انا بنفكر في انه كيف نعمل نوصل لحاجة اسمها l-efficiency l-efficiency يعني انا بقدم الشغل تبعي بس بتوفير الموارد يعني انا ممكن ان عندي task انا ممكن اعمل الـ Task هذه استهلك فيها resources عالية والـ resources الموجودة المحدودة اذا كان عندي وقت او موارد خام او فلوس او افراد كل هذه resources موجودة حوالي اذا قدرت اعمل shrinking resources والـ task اللي انا بدي انفذه وصلت لإلو بـ resources اقل فهذا من سميه احنا l-efficiency فال-efficiency اليوم بتلعب دور مهم جدا في المؤسسات اني انا مش بنفذ منتجي بس لانا بدي انفذ العمليات التشغيلية تاعتي بأقل موارد ممكنة واختصار لمجهود الشيء اشياء كتيرا فانا كيف بأوصل في العمليات الانتاجية تاعتي اني يكون عندي excellency في العمل تبعي يعني مش عمل بس لا excellency في العمل اني اوفر موارد كتيرة طب التكنولوجيا بتساعدني في الكلام هذا عندنا مثال حي مؤسسة والمارت العالمية هذه مجموعة محلات سوبر ماكت تحمل اسم والمارت الـ efficiency انه سرعة احتياجات الزباين من الـ commodities الموجودة انه سير عملي اول ما يطلبوها تصير ريم بلنشمنت سريعة فبفيش عندي حاجة اسمها اصناف خلصت عندي من رفوف اول باول بيكون الامر سريع جدا فهذه من الامثلة الخاصة بالـ الموضوع الثاني كان تكلمنا عليه انه في كتير من المنتجات الـ products and services اللي هي موجودة اليوم على الساحة وتكلمنا انه في عندنا شركة ايفون او ابل اول ما اشتغلت اشتغل حاجة اسمها الـ ipod والـ music industry اليوم صارت قوية جدا من خلال new products and services ركزي معايا انا عندي منتجات عندي خدمات عندي ناس بتبيع ناس بتجي بتقدم توصيل ناس بتقدم المنتج نفسه ناس بتعمل full up للمنتج هدي كلها مهام جديدة وصناعات جديدة ومحلات جديدة وشركات جديدة كلها ظهرت وبالتالي عملت لي value added بشكل عالي جدا للمجتمع النوع الثالث او الهدف الثالث كان عندنا customer and supplier intimacy the supplier and the customers we need them to be loyal to our organization في عندي فيه جي سي بني وفي عندي مندرين oriental منهاتن هذولا كسلسلة فنادق موجودة والجي سي بني كمؤسسة بتشتغل في مجال اللي هي الملابس الشركتين هذولا كل واحدة فيهم طبقت الـ intimacy بشكل عالي جدا هنا سلسلة وفي عندي الفنادق قالت انا بدي اعمل customer intimacy عالي جدا يكون بيني وبين الشركات تواصل مستمر بين وبين الزباين تعوني تواصل مستمر انه لما بيجي بيقدم عندي بطاقة تعارف ويكون اسمه تلفوناته بيانات التواصل ان انا ليش ما تواصل معه وثلت تاني عنده ظروف معينة عنده مناسبات معينة عنده حجزات معينة لما لايقادة بيانات موجودة عندي بدي له عروض خاصة ببعث له اياه وثلت تاني الجي سيبيني انا هليت بقولك انا بدي اصنع انا بعض المنتجات الملابس فانا محتاج يكون علاقة ممتازة مع السبرايرز يمدوني بكل المنتجات البدي اياه بجودة عالية جدا وبالتالي انا بوصل للزبون بطريقة ممتازة خلي بالك اذا انا عندي انتمسي للسبراير فحيكون عندي انتمسي للكاستمر واكيد الانتمسي للكاستمر انه مرتبط معي بشكل عالي جدا يبقى اكيد انا عندي انتمسي مع السبراير ممتاز لان انا كشركة اليوم المدل بين السبرايرز والكاستمرز كيف ادر اترجم رغبات الزبون لطلبات اجيبها من الموردين هذا هي التحدي وكيف افهم احتي امكانيات الموردين اوظفها لاخدم في هذه الزباين فهذا هو التحدي القوي اللي انا ممكن اعمله عندي الموضوع الخاص بالديسرشن ميكينج اليوم بلعب دور مهم جدا في المؤسسات إذا ما عندي قدرة ليهي يأخذ قرارات ممتازة فانا اودي الشكة الى الهلاك فاليوم انا عندما ا dale أعطي ل download اترجم عن ونقات وما استمر استمرار اترجم عن الماضي I need timely information on the spot, I need the information to be accurate, I need the information to be visualized, to see it, and to analyze it easily. So when we have the information available on the spot, accurate, and we can use it simply, we can improve our ability for decision making. So this is another example for an international company that uses the information system to improve its work. The competitive advantage, it's a challenge for organizations to have this competitive advantage. If I do have something special than the others, so I'm inside the market. If I don't have this, I don't have a problem. We have a case study about Dell computers. Sometime in the past, the prices of the BCs, they went down. So the revenues of these organizations are decreased. Dell company, because of the information system that they use, they try to keep their profits available, even in the hard situations. So they made good business, and they have a competitive advantage. This happens by what means. They have a good relationship also with their suppliers, and try to have these communities with good prices in order to provide them to the customers. So they have a value added for their organization that makes Dell today a very big world name in the computer industry. Finally, which is the survival. Survival, we have a case study from the Citibank. Many banks, they have ATM machines, and Citibank, if it introduces the ATM, so this is survival in a time that is a severe competition. I want to be excellent than the others. I do have a situation that makes me survive in a tough business, so I do have an ATM machine. One of the time, one of the time, one of the time, the ATM machine is very important. So the one that they use, they make a relationship with a chain of friends, they don't have a system. One of the time, they say, they have a system. They say, they're not there. They say, 대ающие. They say, today, if the bank, if I don't put it in a system, I'll put it in a business. I remember, there's a story that happened in Mocor, in the Bahrain, where they're talking about the law of the Eureka, which is the law of the BQ. في مصر صدق قرار في أحد السنوات من فترة أنه كل المصانع اللي موجودة في منطقة مدينة صناعية يتسمى حلوان أنه لازم تركب فلاتر والفلاتر هذه إذا ما تركبتش المصانع اللي موجودة هيتتغر مبالغ ضخمة وممكن تتأذى بعد سنتين تلتسين تسكير المصنع ليش؟ لأنه أهل المنطقة كلهم يتأذوا من الدخان الخاص بالمصانع هذه فصار اليوم في عندي سيرفايفل أنا بدي أستمر في البزنس كمصنع لازم إيش أساوي أركب الفلاتر وأنصع إلى قرار الحكومة اللي ظهر بمعنى أنه في بعض القوانين والإجراءات بتصير تشالينج لإليه أني أستمر في الصناعة أو أني أطلع برات الصناعة هذي إحنا اختصرنا فيها أن الأبجيكتبز نرجع مرتين لإصلاع الأولانية اللي كانت تتكلم على When we think about the business objectives of needing of information systems These are very important six objectives and they are very essentially for organizations in order to use the information systems in the work So today it's a need to use the information system It's not a want because we can have multiple value added for the organization When we ask a question So because the information system is important Why not to study information systems so we think about definitions when we say technology For the information simply it's hardware software internet networking so this is the technology itself When we say systems added to the word information so we can think about support decision making Making control for the work, try to analyze, try to visualize the data in order to have value added for decision making When we say information this is different than the data Data it's the raw material as we said before and the information it's the really made data that we can use it easily And when I say something that I have it output for myself it's it's what data information When I have an output it's information When I have an input it's data and we can revise this this thing by when you have your exams Your exams is information for yourself and it's data for me in order to assist your abilities So we have multiple areas Let's see a system When we think about a system these are the main component And the components we can have a simple shape and we can add things to this shape I'm asking everybody who has the bins or pencils to try to draw this figure This figure adds value to what is in the book and gives us a great understanding of these systems We have here the input, the input side and we need to think about the process And finally we have the output So these three main components this these are the structure of information systems And we have here the feedback We can have the feedback also for the process in order to revise what was the process and try to upgrade or make it more effective than before So these main components if we miss one of them there's a problem with the system And this system it could be manual system, could be computerized system, could be online system, mobile application system So we can move in different shapes of systems, there's still a system I'm using something that gives me efficiency The word efficiency comes again here because it reduces my time, reduces my effort Make it available on the spot, so you can do the whole work, do the excellent tasks and you are not consuming much time and effort طيب الشكل هذا لهنا Why not to add value for this shape? We want to add here what we call it boundaries These boundaries, these are boundaries These boundaries are dashed down boundaries, why we have them dashed, because we can exchange things to the environment So we have here the environment from the outside, this is the environment Here we have the system So what is in is system, what is out is the environment So we can exchange system output to the environment and exchange output from the environment to the system This system we call it an open system Because we can exchange things, if it's closed system, I'm not using anything from the environment and this is impossible All the time I want to exchange things to the environment and have received things from the environment Well here's your 다�ुẫn These conclusions happened For example For example What the dense brain That comes from the source You can find a simple brain It means that a few barriers It makes an exchange oxygen to the environment And program Once you take that Lexington And dis vino The desire The two This is your This is the basic idea It's your intended The system It means that there are En stratégion In different شكل هذا. هل إذا أنا في عندي ثلاث شغلات. ثلاث أشياء. في شغلات جوات السيستم. في شغلات جوات الـ Environment. في شغلات على الحدود ما بين الاتنين. بمعنى. إنه في شغلات ممكن تكون عندي هنا خمسين في المئة Environment. خمسين في المئة System. بالتقريب يعني. وفي أمور هخليها. أغلبيتها في الـ Environment. 80% Environment. و20% منها System. خلي بالك معناها System يعني. السيستم بيعمل كنترول عليها تقريبا. 20% و80% ببرات الـ Control. نعكسها الثالثة. إيش هي الثالثة. إنه. 20% Environment. 80% System. فهذه عندي ثلاث أصناف من العلاقات. العلاقات الثلاثة هدولة خلينا برضو نعمل الـ Dashed Lines هنا. الـ Dashed Lines. إذنه في عندي تبادل ما بيني وبيني المجتمع. الـ Dashed Lines موجودة. هل ليت أنا بدي أكتب لك هنا مجموعة من العناصر ونحطهم مجموعة A و B و C. يعني بدي أكتب لك مثلا إنه في عندي ناس يتعامل معك كمؤسسات أو أفراد. We have the customers. We have suppliers. We have government. We have competitors. We have. إيش كمان عنا. Employees. مين كمان عنا. We have management. في حدنا حد ثاني. Technology. بدي أكتب لك أنا عندي ثلاث علاقات. بدي أكتب لك هي الأولانية سميها إيه؟ يعني أنا 80% السيطر بيسيطر عليها. بدي أسميها B. يعني 20% إيه بس السيطر بيأثر عليها. ده سميها C. يعني 50% عليها. بدي أجاب كل واحدة من هدولة أكتب غمز. المثال صغير قبل ما نبدأ فيهم. هل ليت أنت لما تيش تدخل للجامعة. هل ليت فيه سيطر عندنا في الجامعة. صح هو لا إيش هو. فيه التزام بزي معين. مظبوط. زي. زي يكون الزي. آآ جلباب. مظبوط. إيش الألوان مش مشكلة. صح ولا لأ. ومنديل أو إشارب أو إيش بيسموه. طرحة أو إيش بيسموه. مظبوطة ولا لا. فيه شيلة 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 بيلا. طيب يعني المهم يكون فيه ستايل معين موجود عندنا. طيب هذا الستايل إنه وحتى عفهم وضع إذا كان فيه لمسات تانية مكياجة أو شغلات زي هاني. هم فيه 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 آلية معينة موجودة. هل ليت وانت بتعت بيب على داخل الجامعة. آآ إذا كانت انت وفق دخلك للجامعة. هيكون تمشي على النظام الموجود في الجامعة أو ألا تمشي على كيفك. نظام الجامعة. يبقى أنا ليت وانا داخل الجامعة أصبح السيستم يأثر علي ولا أنا أثر على السيستم. السيستم يأثر. خلص فيه كولتشور موجودة. بدي أنا. I should respect the culture and obey the procedures أو اللوز الموجودة. مظبوطا لا لا. Otherwise يا طالبة. يعني نفس الإشي. طيب هذا هو الأمر اللي موجود. فخلينا نقول إنه السيستم عمل علي كنترول. انت لما تكون يبقى الجامعة. لحسب الكلتشور مع الأهل. انت حرة. مظبوطا لا لا. في الزي. في الملابس. في الهيئة. مظبوطا لا لا. هادي حاجة ترجع لك. احنا إنا في السيستم اللي داخل المؤسسة. كل مؤسسة لها سيستم. وكل مؤسسة يوشود. برضو ادستان دس. يعني هلية مثلا. اللية التدخير في المباني الجامعية. ممنوع. نهائي. لا طلبة ولا مدرسين ولا اي حدا. فيه آليات للمحافظة على الألية المباني الموجودة. طيب هلية احنا ناخد واحدة واحدة. ناخد الأسهل. هلية الامتلوييز. وجودهم داخل المؤسسة. ثمانين في المية بتسيطر عليهم المؤسسة. وعلى قراراتهم وشغولهم وتصرفاتهم موجودة. ولا بكون عشرين في المية بس. ولا خمسين خمسين. ثمانين في المية. برضو يمشي على كيفه. اه. اذا ننصرف عنده خلاص التزم بمعيد وعنده مهام وعنده هيئة معينة صراحة. فيه احيانا هيئة معينة مطلوب منه بشكل هذا. يعني مثلا طالب يجي لنا بشرط. يقولوا تعالي. تعالي. ما. 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 ايش بساي. إلا اذا كان مثلا في الملعب. ادي اصحة تانية يعني مثلا. فاحنا بنقول ايش نكتب جنبها هادي. اي ولا بي ولا سي. اي. طيب المانجرمنت. هم اللي بحطوا جولز. يوم هم اول الناس لازم. يلتزموا. صح? صح? مظبوط. يعني مثلا. مثلا. دكتورة بتقولك لازم من زي. اجي انا بدون زي بنفاش. مظبوط. طيب ناخد التكنولوجي. هذه شوية. بدها شوية. ولا لا. ناخد اشي ثانية اسأل. الـ government كيف وضحها? بي. وممكن قعدتها برات البي. يمكن تأثيرها ولا اشي علينا. يمكن واحد في المئة او اقل كما. لان احنا we should obey the government rules. ايش بقولونا بالالتزامات بالقوانين بالترخيص باجراءات directions. لازم نمشي عليهم. طيب ناخد الالت customer supplier. ناخد technology. هل ناخد technology. خلينا في بي. technology. انا بسيطة على technology. ولا we should accommodate to the technology. technology. الا في حالة واحدة. لو انا شكت مثلا ايفون. ابل. لو شكت ابل انا بكوني technology لعبتي. لو انا شكت google او شكت facebook او شركة تاني مشركات العالمية يبقى ايش بسوي. this is my game. but if it's not my game. يبقى ايش. ايش بسوي هنا. b. it's also b. اللي هي technology. طيب ناخد عنا ال customers and suppliers. على حسب هنا. balance. على حسب. balance. ممكن نؤثر على customers بشكل عالي جدا. وممكن نؤثر customers يطلبوا موديلات عندي مش موجودة. وحيانا بكون نص نص يعني على ناحيتين. هذه طبعا هنا C. وهنا نحط suppliers برضو C. والcomputators اللي حطهم C. لانه competitors بيشوفوا الموديلات تاعتي. وممكن انا اشوف الموديلات تاعتهم. فعلى حسب فيها اخذوا اخذوا اعطاء. يعني فيها علاقات. المهم اليوم systems في تأثيرات مختلفة عليها. لازم I should take care about these all relations. Because when I'm building a system, the system is not isolated from the government. It's not isolated from the customers. I need the system to accommodate what the environment conditions and what is available and what we can perform. المهمة 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 for the information system. Dimensions talks simply about how we can look for the system. يعني لو قلت system هو عبارة عن hardware or software technology يعني this is a small, narrow, simple point of view of systems. لكن اذا وسعت النطاق طب التكنولوجيا hardware or software والnetworking هذه اللي بدنا اياها. اذا ضفت عليها انه مين اللي بدي يشغل التكنولوجيا هذه. البيبل. طيب يعني بدي ناس تفهم وتتعامل وتتفاعل وتاخد الموضوع بطريقة ايش. It's a value added. So when we think about technology, no way to work with the technology without understanding and communication with the people. So we have here another sector which is the people side. The other thing, I'm using the technology with my people for what? To achieve the organization goals. يعني التكنولوجيا بحد ذاتها ملاحش قيمة. انت لو جيب الجوالي اليوم. بقى الفين تلات تلاف شكل ملاحش قيمة. ميت دولار. 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 ميت دولار الو وتعتبر غالي. وغيرك يدفع الف دولار في جياز جوال الجديد ويكون رخيص. لأنه حيستعملوا في مثال جهاز لابتوب انت احتياجك يليوم اليوم في الجامعة زي احتاجك ليم كنت في 3 اعدادي? ليش؟ لهن احتاجك اليوم There's a sandwich. صح? والسيلي ها كاتن. بمحاضرات مصورة وفين عندك الاسايمان ويدعم بيزيان ويدعم 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 في المنطقة يشتغلها في بيسي يشتغلها لابتوب من عندها جهاز لابتوب في القاعة؟ تشايف حال واحد رفع اي داتين تانين يعني اثنين في البيت اثنين اكيد يعني شخص الفترة مضيزة المحضرة صوتك فالتناقرات المفتول الاجتماع! إذاkam عزين PA المفتول من الاجتماعي ag으� أنستحة بدون الاجتماعي ومعتقد من الاجتماعي الدين أن ت hostastre من countries محنان يمكنстро نفسها أن ت أفضل něكتبالاً كيف يمكنito management system لكن كم دون التواجه الأيام إن publiclanلات التناز explicitly النظر لكن يجب أن تراً六 переход ويجب أن نعمل لدي هذا التكنولوجيا ما نجد their own technology يجب أن أجيب التكنولوجيا ما ليس بميسة التكنولوجيا ولا نجد الأبجيكتيوب التي أريد أن أجيب مدعا تكوش مدعا يخدمي من نفسها أريد أن أجيب التكنولوجيا تناسب أداء العمل في هذه المؤسسات وأدفي مراقب في التكنولوجيا لكي أحاق أهداف المؤسسة وأساعد وأهيئ الأمور الغميون للأفراد تكلمنا عن قاعة التصوية للمحاضرات الجامعة تكلف القاعات التصوير والأجهزة والمعادات الموجودة عالية جدا طبعا this is technology heavy investment ممكن تكون جاية donation ماشي من أحد المؤسسات برضو فيه heavy investment use it for people the lecturers ولمين كمان the students ممكن anybody who can see it anytime you want to see it that achieve or support the organization objective education we are an educational organization so we are providing knowledge for everybody for free knowledge is available like water like air so we use the technology in order to provide to provide a way for achieving the mission of the organization the organization mission is to educate others so we are using the technology with the people the whole of the people in order to achieve the organization mission طب إذا ما كانت عندي people I've heard of heavy people so the technology is not used no use no use no need for the technology because the technology with the organization still we need the stuff still we need the customers the suppliers in order to support this because when we take the case study we have to do analysis on three three what are they? what are they? what are they? organization organization technology and people so we can do analysis we can do analysis we can do information system that works as DHL a very well known organization DHL or RMX FedEx UBS it's an excellent organization that uses technology to follow up the mobile messages to follow up the WhatsApp messages okay so UBS what do you do? technology هلية انت في عندك طارد كتاب مثلا زي هذا هدا جاي من أمريكي مسألة الكتاب هاي تفضل هاي طارد حطناه في ظرف وسكرناه وخلصنا بعدين من نبعث تمام فحطنا الكتاب هلية الكتاب اللي حطناه الغريب ان الكتاب بصير يقف فيك لحاله مصبوط ولا لا الكتاب هدا ايجينا اه بعثناه في شحنه الى رقم الرقم بيبعثوه الى الانسان اللي بعت وممكن ابعتوه الى ايش للجهة destination اللي حتستلم فبوجب الرقم هدا بدخل على UBS الويبسايت وبعمل تراكينج للشيب منتعتي بشوفها وصلت طلعت من امريكا وصلت لها تركيا نزلت على أوبروس راحت على العمان جاية منش عارف ايش في الطريق وخلصت من checking point انهيه ودخل على انهيه فأي كان فولو مي شيب منتع خلو using symbol codes باي the help helpful aid from what from the information system طب قال ليت من احسن انا ابعت اه الطارد تبعي مع مؤسسة في الديني قليت لكن متابعة الظرف ولا ابعته مع مؤسسة تانية تقول لي خلاص بوصلك بعد ثلاثة يام انا مش عارف ممكن داعد اسبوع او فترة اطولة مش عارف امتى توصلني وايش السبب التأخير كمان من هنا صرنا نفكر اذا انا عندي اليوم فرصة لاطبق تكنولوجيا المعلومات واخلي الافراد يتعلموا وتفيد المؤسسات طب تعالوا انا ارجع لخطوة لو ورا انا اساسا ليش بدي الافراميشن سيستم هل هي شغلة لكجوري اضيفها ولا انا اي اي واز فورث بو دو دس يعني هي نيد ولا وانت هاي حاجة انا بدي اعملها كلاكجوري او الله انا عجباني التكنولوجيا بدي ادخلها عندي واعلمهم وافيد المؤسسات هادي طب وين النيد النيد من كلمة واحدة هادي هي ايش هي المؤسسات مؤسسات شغلة كويس مش محتاج التكنولوجيا بس لو ووقفت مرة وصار عندي فيه دروباكس في بعض الماماكن اه لا 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 انا بدي اقف شوية افكر واحلل وافهم ايش المشكلة عشان افهم ايش الحل اليوم صار يحطوه الانتقاله هي المهمة هي المواهنة لدك لدك لتحكم مشعلها عشانك من ان ناخد خطه الوصول نرجع لكلمه مقابل مقابل خلينا نحليلها ونشوف هل الانتقاله مطلوبة ومش مطلوبة اذا انت حسيت الشغلة احتياج بتجيبها بقوة اذا كانت رغبة بتحاولي انك تكسلي كل شوية لا بعدين مرة تانية انت وعنكيش جوال من الاصل اذا كنت تجيب جوال اصبح ضرورة لكن اذا عندك جوال تعمل له اوبغريد مثلا بيصير ايش مش مستعجلة بس اذا كان جوالك قديم كتير مثلا وامكانيات اللي فيه بسيطة ومحتاجة اشي كمان افضل عشان عندك شغل وعندك محضرات وعندك وعندك شغلات اصبحت نيد يبقى هنا بنقولك مرة تانية اللي بيحاول دايما يضغط علي اني اخد خطه لقدام احيان كتير بروبلمز مدام الامامة ماشية الناس بتظلها ماشية بتفكرش في انها تغير من احوالها طب خلينا ناخد خطوة هاليتا نشوف البرابلمز هاليتا البرابلمز تكون عندي بري سيمبل سريتفورورد المشكلة موجودة وحلها موجودة مكينة صار فيها مشكلة دامج معينة وعارف كل المشكلة بتستيكل شوية وعندك تاقم الصيانة يجي صلاح ليها خلاص مش محتاج ارجاع راسي لكن اذا كانت البرابلمز سيفير and the problem sometimes have major factors or effects on our business لا 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 استنى شوية مبيعاتنا بتنزل استنى شوية نفهم ايش الموضوع نحلل ايش الموضوع خلي بالك الزباين صاروا يبطلوا يجونا يجونا حد تاني بدنا نفهم ايش اللي صار وايش الاسباب هذه الظاهرة انو المبيعاتها بتنزل بس ايش وراها الطفلة ما يكون سخن بولاها هذه الظاهرة السخن المشكلة مش في الحرارة المشكلة ايش اللي سبب الحرارة فان عندي فيه we have a it's a few problem sometimes it affects the whole organization if we don't work hard with the analysis تمام اللي هي ال people and technology and organization we will not reach our solution ببساطة بقولك لما نعمل تعرف على مشكلة يعني خلينا ناخد مثال بسيط مثال بسيط نفترض انت ماشي في المصنع اسماتي صوت دوشة من عمال او شو احدى الشركات عمال ودوشة وعملين تصرفات وحركات واشياء كثيرة انت اللي فهمتين منهم انو فيه تذمر للعمال متذمرين متضايقين فيه شغلة مزعلاهم هذا اللي فهمتيه من انو فيه كلام صار اخده وعطى كلام انو انو فيه شغلات طلبينها شغلات محتاجينها محدش محاقيلهم اياها فاول واحدة ايش بدي اسوي انا اللي انا اسمعته هادي هل هي ال problem ولا هي الظاهرة مرتها اسمعت صوت دوشة وعدم غضى من العمال هذه الظاهرة اللي قدام انا اسمعت او انا ماشي هيك اسمعت والله فيه كلام من قال انا حاسن وفيه اشي مش مش مصبوط فيه اشي فيه مشكلة فبالتالي لازم اوقف اتعرف على المشكلة طيب اتعرف على المشكلة يعني بدي ابدأ اشوف الحقائق يعني بدي ابدأ اشوف السبنات ابدأ اشوف مقابلات اتكلم مع الناس ثلاثة اربع هيك عمل focus group معهم طب هادي في حد داتا برا عن ايش تجميع للداتا ها بعمل بعمل input هالكتا بعمل input يش ما ايش فيه وليش الزحمة هادي طب انتو ليش متضايقين طب وهناك ليش فيه صوت عالي ببدأ اجمع داتا ممكن اعمل سبنات تصريقة بوزحها للعمال ايش رايكم لو يكون عندي عدد كبير من الناس ومش قادر احكم المشكلة بشكل عام او مش حابين يتكلموا فيها مثلا فهادي ال data gathering هادي عبارة عن data بدي اجمعها يبقى انا information محتاجة فمحتاجها system يساعدني و system انو data اللي بدي اخده بدي اعملها analysis طب انا ليش بعمل اول اشي عشان افهم المشكلة عشان اذا اوصل لايش بنفعش اسمات ظاهرة مشكلة على طول اوصل للحل لا بدك تفهم ايش وراء هذه الظاهرة الموجودة كلمة solutions نحن نقولها كلمتانية اسمها alternatives بدائل لانه فيش حاجة اسمها في الدنيا حل مثالي فيش وراء نقولها زي بعض نا كل واحد رأيه احسن رأي ما فيش بعده عقله احسن عقل ما هي سبحان الله الانسان شايف نفسه وعقله انه هو بفهم احسن حاجة صح ولا لا صح وكل اللي حوليه الله يكون فرعونهم الله يهديهم الله يصلحها لهم صح وانت عقلك انت اللي عندك الجوهر اللي موجودة هنا ما وردتش على حدا مصبوط ولا لا مصبوط سبحان الله فهي هذي هذه النظرة انه الاراء اختلفت والاراء لما تختلف هذي رحمة الاراء لما تختلف بصير نسمى اراء مختلفة بصير رحمة ممكن تطلع برأيه احسن ممكن الاراء هذي يصير فيها يوصلنا ليشي يحسن فلما اعمل ممكن اعمل برضو ممكن اعمل برضو ممكن اعمل برضو ممكن اعمل برضو ممكن انزل اعمل طب اسيب كل الكلام هذا طب ايش رايكم افتح ملفات الشركة ومبيعاتها والتصنيع والخطوات اللي كانوا شغاليه في سنين طويلة طب هذي بدها اناليسيز لحاله يبقى برضو في problem identification او في design بدي اشوف ايش اللي صار عند الناس هدولة من السنين اللي فاتت بناء ايش اللي وصلنا لليوم هاي المرحلة التالتة اللي هي choice هل يكت choice إلها كلمة غريبة choice هي عملية اتخاذ القرى هاذا هي decision making we have procedures 1 2 3 4 ممكن اعملهم بسرعة بدون ما اسمهم بشكل هذا ممكن اسمع حلل افهم اخذ قرار على طول على طول هذا مدير عنده خبرة مدير بنحط في مكان بسمع كلمة من هنا بشوف هناك ملاحظات سريعة بشوف شوية سجلات بسأل حدا اذا بدوا بالكتير على طول حط في باله 3-4 اهداف وجس النبض اخذ قرار يلا يجماعة اعملو لهم كذا على طول نفترض ان نتذمر اللي جاي انه الناس اصحاب اللي بيشتغلوا في المصنع محتاجين يترفعونهم من المؤسسة وسيلة نقل المواصلات محتاجين مثلا واجبة الفطور العمل مرهق ومتعب محتاجين مثلا وفيه ممكن شغلات تأذينا من ناحية الصحية بدنا حليب كباية حليب مثلا كل يوم بدنا فترة يكون فيها راحة بدنا يكون فيها مثلا مصلة بدهم الworking environment مش عجبنا يحطون له مراوح يحطون لنا حد يشغل لنا ايش من نسمع قرآن نسمع مثلا شغلة هيك بسيطة يعني الفكرة انه I'm thinking about working environment to be better than before طب هذه مجالها واسع ماشي فبالتالي ال solutions بدنا نحطها بناء على هذه نقطة البداية صح بيش هذا صح التحليل ما كانش صح ال solutions بيكونش صح هليتها فكرة choice غريبة لانها من نسميها taking taking ايش alternative from the others يعني لما يكون انا عندي مجموعة من الاقلام أقولي خديلك واحد take one take one ويما ستقولي بدي أخد الأحمر بحب اللون الأحمر واحد تقولك لا أنا بدي أخد الأصمر أوضح بدي أخد الأزرق لأنا بحب دايما أكتب لون الأزرق هنا اختيار الموجودين انه مجلس الإدارة بدي يجي يختار بدي يعرف انه في we have three choices or five choices we want to take one and sacrifice the others ايش كلمة sacrifice خلاص فيش مجال أنا بدي أخد خدي واحد أديني الثلاثة لا خدي واحد لا أديني إياهم الثلاثة طب خدي لك بس واحد ايش يجب انه أخد الثلاثة مع بعض you are using one because we have people to give them the others for sacrificing the others it's not easy فالdecision اللي بدي أخده خد الأزرق لتحمل المسؤولية بل بدي أخد القرار ماله هنا ممكن أن أساعد في اتخاذ القرار كم عايز information systems هل أنت نحن كinformation system نساعد في الأمر هذا ومنساعد في solution نحطهم بس الإدارة لازم هي تاخد choice طب كيف الإدارة تاخد choice في عندي حاجتين يا إما guesswork يا إما rely heavily on information مين أحسن ال guesswork يا صبت يا خابت صح ويمكن تظبط ويمكن لا لكن إذا كان أنا عندي أحسن I have information and accurate information I'm relying heavily on my choice on the information available عشان أكتب justification إيش ال justification تبرير أنا أخدت القرار بناء على أنه في عندي كذا وكذا 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 بناء علي تم أخذ القرار آتي ما فيش مجال القاضي في المحكمة بناء على المعلومات اللي وصلتنا كذا وكذا وكذا أخذنا القرار فلاني ال justification أهم من القرار عشان بعديك القرار حيصير فيه الناس هيعجبهم و الناس مش هيعجبهم فإحنا لما نرجع للأصل منرجع للإيش justification هي اللي بتدينا الانطباع القوي طب لتشويس هنا كيف كمدير أخد قرار اديني visualized data نشوف كيف graphs و ال figures أشوف كيف التكاليف الفلوس اللي بدنا نحط فيها بناء أنا برضا أخد choice طيب أنا ما باشي على implementation بعد ما باخد choice ودي implementation طيب ال implementation مش بدي feedback بدي أعرف هل حلنا المشكلة ولا لا فبدي أعمل برضو مرة تانية assessment questionnaires or focus group أو interviews أو بنعمل data collection ذا اللي صار is it reducing the problem and the percentage of reducing the problem ماشي ففي التالي فيدي خطأ طب أنا كل هذا الكلام ليش بعمله ليش أنا بعمله ليش أنا بعمله لنقول لك اليوم إذا انت بدك تب build the information system to build the information system there is a need for the information system and the other thing we think of because it's we are in business and all businesses face problems and these problems need to be solved if you want to solve the problem be away from the guesswork try to have it as a process of collecting information and make this information available for decision takers in order to reach the good way for solving the problems and to achieve the excellency of your operations يبقى مرة تانية احنا اليوم مخيرين في التكنولوجيا المعلومات نجيبها ولا ولا مجبرين على تكنولوجيا المعلومات انت حرة انت حرة بتكيش تكنولوجيا المعلومات انت حرة بس لما تواجهك hit after hit عندي مشاكل كتيرة ومش اادرة اني اعرف الداة التاتي الموجودة واعرف مبيعاتي وشغلي والبيانات عندي متكون واضحة بصير الادارة تقعد اتخمن تخمين والتخمين حيضي انه معظم قاطع تطلع غلط احنا شايفين واحنا شايفين واحنا شايفين بنائنا علي ايش اخدنا القرار انه احنا شايفين وولد احنا شفنا الداة ما فيه شايفين برأيتنا وفيه شفنا الداة وبنائنا عليها الداة هي اللي بيتحاول ترشدنا ايش نسوي this is the process and the process we have the feedback because it gives us the feedback عليتي السيستم بيساعدني في الكلام هذا طب كيف نطبيعها الارض الواقع اللي بيكون عندي سيستم وانا كإدارة موجودين بيبعت له وبيبعت لي بشوف وبيبعت لي بتكلم معاه ومجتمع ممكن نشمل مع بعض وممكن كل واحد من خلال جهازه ماشي فيه نوتورك في عندي سيستم بيجمع الداة بيعمل بيعمل الريبورتس والريبورتس بقراها وبقردان عليها اخد قرار يبقى اصبح الريبورتس هي الاوتبوت تبع السيستم يا سلام يعني السيستم هنا انا موجود عشان يعملي اوتبوت في ايش اشكاله بدي يساعدني في الريبورتس الريبورتس في حد ذاته it tells the whole idea about the problem and how we can solve it ايش في عندي كمان؟ بتساعدني في موضوع الكنترول كنترولينج لكل الشغل في المؤسسة ايش اللي تم تنفيذه هذا تم achieve this is achieved and this is it's not achieved till now طبعا بيعمل الكنترول طبعا الريبورتس والكنترول الاساس سبحها هو هاد ولا واي اشي تاني it's decision making او taking خليك تب making taking هالي اتا decision نفسه ماشي heavily relies on the output احنا لقيتها اللي بتيجينا طالبة مسلا بنت تعمل نسحب اوظافة ولا هتيريكش في دراسة اكاديمية ليش؟ بنائنا لل data tactic بعضها قر بنائنا للمادة هذه طيب اعطينا وصف للمساقط بنائنا على data ناخدها يبقى اصبح احنا بنطلب requisite لأي decision ناخده بنائنا على ايش؟ على data اللي موجودة وإلا كان اكسارة الموضوع اصبح فيه نعمل الفوضى فيه كلمة مهمة هذه تجيشها بالخبرة والممارسة وفيها علم كمان هل فيكم دراسة ادبي او فلسفة زمان؟ ادبي 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 بطلوا شلوهم المنهج بس يمكن شوية تطرد طولها شوية او الادبي فيه علوم يعني تحليل اجتماعي ونفسي وسلوكي وشغلات زي هذه اكثر من العلم تقول له نفس الاشي؟ اموض يعني مبسوطين الحمد لله طيب مناهج بشيله شغلات اللي هي الدسمة هل في الامور اللي خاصة بالفلسفة بقولك فيه انها حاجة مهمة اسمها التحليل او التفكير الحاذق التحليل الحاذق مش حامض يعني الحاذق اللي هو الايش؟ الدكي اللي هو بيسيه في عملية تساؤلات ايش هو؟ معياري معياري؟ لا هو بيصير فيه تساؤلات بيصير فيه بعض الشكوك بعض الامور اللي بدها التوضيح بعض الامور اللي بيحط تحت خط هكذا المقصود فيها يعني بتحطي بتحطي داوت والساسبشيوس ان ايتش جوجمنت هذي من انه طب هو اشهر القرار فيه ان الموضوع بس ناخدهش بسوء نية ناخده انه فيه اله ابعاد للموضوع القرار هذا الظاهر بس وراه فيه اشي تانية هذا اسم التفكير الحادق ماشي؟ انه تاخدهش بظاهر العنوان فيه كلام تاني وراه ماشي؟ بيكتبلك نص ايش؟ وفاة طفل كبيرة تحتها وسقوط عشرين قتيل كبرلك خبر واحد وزغرلك مأساة تحتها او سقوط متين شهيد مثلا فهذه نوع من انواع انه طب ايش الهدف انه يعمل بالشكل هذا؟ يزغر من قيمة العشرين والمتين يعني كان ستالين في الحاضر العلمي الثاني اذا تسمعت عنه ستالين كان انه مقوله مشهورة بقولك موت شخص هدي مأساة لكن مليون رقم يا سلام كبر موت شخص معين له خيمة عالية لكن البشر اللي موتوا هذولا يقولك ايش؟ رقم مئة الف خمسين الف رقم ايش نسوي؟ يعني ايش؟ قلب الامور بشكل على حسب المنظور هنا بتصير الامور ايش هي؟ ايش هي حاجة التانية حاول تخضي وجهة النظر التانية لانه قراءة تبعي مش لحالي احنا تفاني على مبدأ انه كل واحد عاجبه عقله وشاف اللي اقوله التانية الله يعينه قرأيكم فعونها صح؟ هو عقله احسن عقل فبالتالي لازم تخلي حالك مطرح الناس التانيين وتشوف ايش بيفكروا شغلة التالتة حاول تشوف الالترنتيفز وحاول تخلي الاكسبرينس لعبدوه كل واحد ياخد خبرة طبعا هادي امور زيادة من نضيفها على السيستم السيستم بدأش عمل الامور زي هذي بس السيستم ممكن يعطيني بعض التساؤلات معينة هل يتا بدي افهم حاجة واحدة انه كل انسان عنده المنتيشنز هادي ببرتاح انا هادي امور بس سريعة في موضوع اتخاذ القارب بتفيدنا في الحياة العملية بشكل كامل هل يتا فيه كلمة بحب دايما اقولها انه انت when you have an objective انت في حياتك بتحطي objective بحالة توصليله اذا ما قدرتش توصليله بتحول هذا الى challenge انت نفسك مثلا تحفظ القرآن الكريم خلال السنة هدف مش قدرت توصليه بسي challenge تحدي انت نفسك مثلا تزيد 10 كيلو تقلي 10 كيلو توصلي لمستوى معين في اللغة الإنجليزية او تعمل امتياز مثلا هادي كلها objective اذا انت ما اقتهاش خلال فترات بتحطيه لإليك challenge احيانا للأسف انا بدي اكتبها كلمة ثانية problems الناس بتاخدها انها drawbacks او بتلاقيها شغلة سيئة لإليك لكن بالعكس المشاكل لما تجيلك تفتح افق واسع لإليك بس خلي بالك بدك تعملين منظور واحد انه تحوليها الى challenge كلام مرة ال problem اذا سيبتع problem it will be a drawback in your personality if the problem you turn it to a challenge it will be strength in your personality نعطيه مثال الزري انت مروحة ولا بيك ولا عليك ومسها الشنتة ومروحة ومبسوطة وانت مروحة لحقك كلب طلع للك كلب وانت ماشي هيك طلع للك كلب فاذا انت شفت الكلب وطلعت تشردي ايش معناها عمرك بعدك ما هتحب صحبة اي شارع يكون فيه كلاب تشوف الكلب من بعيد هتسحب حالك يتغير الشارع خلص تعوتي صارت عندك ال problem ايش صارت still problem اي شارع بس اذا قدرت انت تتغلب على شعوب الخوف هدا حولت ايش لا 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 لو انت وطلت بس تجيب حجر او معك شانتة بدك ترعي هيك هتلاقي شارع لحاله تمام انا شفت شاب هيك ما شاء الله عليه يعني من كم يوم بعد صارت الفجر لقيته ايش مسوي جايب كيس مليان قطع من قطع دواجن بس براق الدواجن وماشي في الشارع انا كنت ماشي في نفس الشارع هو ماشي بس معه الكيس مليان وكله كلاب المنطق كله معارفينه فهو كان يطلع من الكيس ويرميلهم كانوا يجوا يعملوا حركات حواليه ولا يمسوا هالأدة وانا معاه ولا كانوا مشاعرين منهم موجود مركزين معاه وكان يطلع قطع يحدف لهم وهم كانوا يجتمعوا كلهم يجتمعوا يمكن عشرة خمسة عشر اجتمعوا تشوف تخيل الموقف انت هذا وحواليك عشرة خمسة عشر من الكلاب الضال له هدونا وكبار وصغر وبتخضر مع بعض كمان على الأكل أحلى ايش؟ خلينا نشوف فالفكرة وين إذا إذا كتبت بحاجة تحاوليك بحاجة عشان إذا انت عملت سيكون السؤال السؤال اللي بنا نحطه هنا ليش كتبين هادي كل القصة كتبين القصة هادي بس نحطها على أفراب نحطها على المؤسسات ومع تشوف وانت نحطن على أفراب نحط تحاول كانت تفاول تحاول المؤسسات تحاول بنخل المؤسسات تحاول المؤسسات بالتعليم من الأعمال بسأول من الأعمال في انتبه بحاجة بحاجة لعجبة تتصع إنست سيكون هناك from our problems, we learn from our crying, we learn from our problems, you feel there is something bad, you suffer so you can learn or try to accommodate your new situation, or try to change your abilities in order to accommodate to what we have, if you want to think about good position in the market, you could have excellent skills and the most powerful good skills that you should think of it's the information system and how you can take decisions, the problem-solving as it is, it's a skill that you need to practice this and try to teach yourself or try to upgrade your abilities. تخذ القرات عملية كثير مهمة وعملية كثير صعبة مش الكل بيقدر عليها كمان. Aqui na3 fi nahaeeta el-chopter We have something, in the end of the chapter that talks about Fih and the table safha 19 individuous of business problems that dun muhimmin These are some examples of business problems and these examples تسانتاشر، نانتين؟ يعني some of these problems regarding the organization's other for the technology and for people. Regarding the organization, think about outdated process. لما يكون النظام معها الإنتاجية قديم، طيب كيف ممكن أنا؟ هذه تحدي، هذه تحدي، هذه تحدي، هذه تحدي، بس هي تعتبر problem، حولها تحدي. عندي مثلاً We have a conflict of interest مع مؤسسات تانية، أو مع مؤسس حكومية، أو مع قطاع خاص، أو مؤسسات دولية، أو مع قانون نزل. ممكن يكون complexity of task، بعض العاملات اللي احنا مشتغلها معقدة بشكل كبير، مش قادر ان اشتغلها، هذه مشكلة عندي في الorganization. طيب التكنولوجي.. On 27 Nickel Hade washing خارجة الهو inviting إنسافع.. مسماً غير الهو الهو وهي العاملات هذه كلهاضفر På المال من نسيق بالبيول dimension، أو؟ بل أو لا لدي شروع فإن المدعم في بعضنا أيضاً the training by itself improves the abilities of people until you are in time educating yourself. لكن the training up-grading your ability is better to do your good your work. فإن تتتتتتتتتتت. المطارقة العملية.. وفي sampler Elections like a показ zapartone فإنه there is a problem with a working environment, فإن نجد لفعل المطارقة العملية ستكون صحيحة. إذا في عد إعادة تصوير محضرات نعموпов في الشمس وفيش مكيفات والشمس قام بتلفح فينا ودرشة حولينا ايش لاستفادة تمام استفادة بسيطة جدا احنا ضايل عنا بس نقطة بسيطة هادي بنا نشيبها ان شاء الله للمرة اللي جاية اه مختصرها انه هادي مواد احنا درسناها الانفورميشن سيستم ستدخل فيهم في حشتين دايما اني بدي حاول اتعرف على كيف السيستم هذا موجود كيف بشتغل كل واحدة منها دولة وكيف بدي عمل بدي عرف ايش النيو في هذا السيستم اللي اطابله يعني افهم كيف الـ accounting شغاله و الـ new trends تمام الـ accounting . الـ finance كيف يشغل و new trends تمام التـ finance system الـ marketing كيف يشغل و new trends تمام التـ marketing حتى الـ OEM كيف يشغل و new trends تمام التـ system اللي ممكن اطابله هنا فبالتالي اصبح عندي اليوم الـ information systems it's a tool and it's a شوكني كتير لحضراتكم على الإنصات ووجودكم ونشوفكم بالخير المرة اللي جاية والله يديكم العافية